السلام عليكم ما فيه اطيب من الرمان وهلأ موسمه اليوم رح علمكم على طريقة سريعة سريعة كتير لحتى نفصص الرمان بطريقة كتير كتير بسيطة وكتير سهلة ورح نقدمه بطريقة جديدة ان شاء الله رب تحبوا الطريقة وتجربوها وعندي هون متل ما شايفين مقوار الكوسة هيدا المقوار العريض رح نستخدمه من دون وطبعا رح نفصص الرمان من دون سكين انا شلت الاسم الفوآني رح فرجيكم طريقتين هيدا الطريقة الاولى وفيه طريقتين يتابعوني الطريقة الاولى متل ما شايفين عندي هون ضلوع هيدول ببينه وقت نشيل الاسم الفوآني للرمان ساعتها بيسهل علينا انه نفتحها بطريقة سهلة وبيسهل علينا انه نشيل الورق الابيض الموجود بالداخل ومنصير منتبع هيدول الضلوع البيضة منقطع الرماني بهيدا الطريقة بهيدا الشكل متل ما شايفين وباشر بعملان الرماني بهيدا الطريقة لحتى اسحب كل الورق الابيض الموجود بالداخل اذا عملناهم بطريقة عشوائية او قطعنا الرمان بطريقة عشوائية كل الورق الابيض رح يصير بشكل كتير كبير وما رح نقدر نشيله بطريقة منظمة بهيدا الطريقة رح نشيل الورق بشكل منظم يعني احنا هون عم نشيل كل قطعة بقطعطة من حبة الرماني الكاملة شفتو كيف بيان عند الورق الابيض ولا اسهل من هيك طريقة متل ما شفتو طريقة تقطيع مزبوطة مية بالمية بدنا ننتبه لانه الرمان مجرد ما انه يطب على الملابس البيضة او على شيء اي قطعة قطعة ملابس فاتحة بده يضبغ فمفروض انه ننتبه من هايدي الشغل كتير منيح شفتو الورق الابيض كيف انا عم نشيله بكل سهولة شفتو ولا ابسط من هيك هلا الطريقة الاولى لتبصيص الرمان بشكل كتير سريع طبعا مفروض تتغسل الرمانة قبل مباشرة العمل فيها اذا في عليها اطربة من برا مفروض تتغسل كتير منيح منبرم الرمانة بهيدا الشكل ومنبلش بالشوبك او بقطعة خشب كبيرة تكون شوية تقيلة منبلش نخبط بهيدا الشكل فبينزل عندنا الرمان كلا ياتو لاخر حبة اذا هايدي طريقة اولى احباقي لحتى نفسص الرمان بطريقة كتير كتير سريعة منصير من قلبه بهيدا الشكل على كل الجوانب وتخبيط سريع بهيدا الشكل واكيد مفروض نمسح حوالينا لانه مثل ما قالت لكم الرمان يعني بيتل الدني حوالينا رح فرجيكن من داخل الرمانة كيف صارت معي بس لا نعمل بعد هيدا الميلي شفتوا تقريبا تقريبا صارت فاضية من الداخل كل حبات الرمان تقريبا نزلوا بعد عنا شوي صغيرة كمان رح ارجع مسح حوالي كمان رح ارجع خبتي من جديد على هيدا الميلي لحتى كل الرمانات ينزلوا لانه اذا تقطع الرمان بالسكين بالطريقة التقليدية رح تتعذبوا كتير بفصفصته ورح يطلع فيه كتير ورق ابيض فبهايدا الطريقة اللي تقطع فيها واللي تفصفص فيها حيطلع واللي تفصفص فيها حيطلع غير شكل هون نزل شوي قويض كمان متل ما شايفين بعد عنا كم حباء بينعدوا طبعا رح شيلهم انا كله اياتهم بالنسبة احبائي للطريقة التانية طريقة تقديم الجديدة اللي فيكن نتقدموا الرمان فيها كمان بنفس الطريقة منشيل القطعة الفوقانية هايدي القطعة او هايدي القطعة اللي عم بشتغل فيها في ناس بيستخدموها بتقشير البطاطة بسية انا بيستخدمها اذا كان عندي كوسة حجمون كتير كبير وبدأ انقرهم كمان بنقرهم فيها كمان بيستخدموها بهيدي الطريقة كمان بنفس الطريقة اللي عملنا اول رماني فيها رح نعمل الرماني التانية كمان بنمشي على الضلوع المبينة الضلوع البيضة المبينة لنقدر نفتحها بطريقة مظبوطة بالنسبة لهيدي الطريقة او طريقة التقديم الجديدة هايدي بينشال قطع قطع من الرمان من دون ما يتفرفتوا كل ياتهم حبة حبة وبيتقدموا بشكل مرتب طبعا اذا حبيتوا بس انا بفضل الطريقة الاولى لانه بتاكلوا بصيروا او باليد او بالملعقة رح نشيل الابيض كل القطع البيضة الموجودة بهيدي الشكل شفتوا هيدول القطع الموجودة هون بتتقدم كاملة يعني ما ضروري انه يكون عند الرمان كل حبة لحالة فنحنا بنقدر اذا بتحبو كمان بتشيلوا قطعة كاملة وبيتنحط بالصحن وبتتقدم هيدا الشكل بهايدي الطريقة اذا حابين كمان بنحطوا بصحون وبتقدموا هيدا طريقتنا اليوم احبا ان شاء الله تكون عجبتكن الفكرة وحبيتوها ما تنسون من اللايك اذا بعد كل ما اشتركتوا نزلوا شتركوا بالقناة ومتلا يصلكم كل جديدة هلا انا بدي كفي كل القطع اه وقدمها متل ما شايفين وبدي ودعكن بحبكن كتير رح اشتقلكم للفيديو القادم الى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة